كان نفس الحقيقة تبقى حلقة مبهجة لكن للأسف الشديد مصر النهاردة كلها حزينة والدولة المصرية كلها النهاردة تتشح بالسواد وبالحزن والدولة كمان أعلن حالة الحداد وزا ما حالكم شايفين على الشاشة قناة النهار وشبكة تلفزيون النهار كمان تعلن حالة الحداد بوضع الشارع السوداء أعلى الشاشة تضامنا مع شهدائنا ومصابينا الذين سقطوا في شمال سيناء منذ قليل إثر الحادث الإرهابي الغاشم اللي وقع في جنوب مدينة بئر عبد في شمال سيناء كما أعلن المتحدث العسكري استشهاد وإصابة عشرة من جنودنا وأبطالنا من القوات المسلحة وأدي صورة من الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري القوات المسلحة تمن رفاعي وبيعلن فيها انفجار عبوة ناسفة تحت إحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف وتمن جنود طبعا يعني الواحد والألم بيعتصروا بنترحب على شهدائنا سواء في الماضي أو شهداء اليوم ونتمنى لكل المصابين في حادث اليوم سرعة الشفاء والعودة بسلامة الله إلى أهلهم وإلى القوات المسلحة عشان يعودوا من جديد إلى خدمة الوطن وخدمة العسكرية المصرية والجندية المصرية والواحد رغم التسليم ورغم الاحتساب ورغم الصبر والإيمان والتحمل بس برضو لازم ينتبنا شعور بالفخر لازم ينتبنا شعور بالعزة للتضحيات الكبيرة اللي بيقدمها أبطالنا كل يوم والحقيقة سبحان الله كأنه الرمز كأنه الرمز غضهم كثيرا وولعهم كثيرا وخلاهم ينفجروا فتولدت هذه الحادثة الرمز دي أنا أتكلم عنه ده هو الشهيد أحمد منسي البطل والأيقونة اللي معمول عنها هذا المسلسل والعمل الدرامي الرائع اللي احنا بنشوفه هذه الأيام في شهر رمضان على الشاشات المصرية وهو مسلسل لاختيار بطولة الفنان أمير كرارا والحقيقة المنسي مش مجرد شخص رحل ومش مجرد شهيد ومش مجرد بطل من أبطال قواتنا المسلحة المنسي أصبح أيقونة لكل الشهداء المصريين والنهاردة سقط منسي جديد وأنا الحقيقة بقول لكل أعضاء جماعات الإرهاب الأسود في كل مكان مصر فيها مئة مليون منسي مصر فيها ملايين من أحمد منسي كلنا مشاريع شهداء كلنا مشاريع شهداء سواء أبطالنا اللي بيشتغلوا في القوات المسلحة أو حتى المدنيين كلنا على قلب رجل واحد واستهدافكم لمركبة أو لمرتكز أمني أو لمجموعة من جنودنا عمره ما حيفت من عزمتنا ومن انتماءنا ومن إخلاصنا وما يقننا إن الوطن هو اللي باقي وإن الحق هو اللي حينتصر وإن هذا الإرهاب القذر مصيره إلى مزبلة التاريخ زيه زي أعضاء كل الجماعات الإرهابية اللي بتنتمي لها مصر كل يوم بيسقط فيها منسي جديد وكل يوم راية مصر بتعلق أكتر والحقيقة طبعا طبعا يعني الشهداء احنا بقدم خالص العزاء لأسرهم وأدي صورة البطل أحمد منسي اللي أنا بقول لكم هو بطل مش بس في شخصي هو أصبح أيقونة أصبح رمز أصبح قدوة وعلم ونموذج للاستشهاد والبطولة والتضحية والفداء عشان كده لما بقول لكم النهاردة سقط منسي جديد وفي مصر فيها مئة مليون أحمد منسي ده مش منوع من أنواع المبلغة ولا التفخيم ده حقيقة واقعة وقعت في قلب كل مصر النهاردة عندما سمع هذا القبر والحقيقة وانا بقول لكم هذا الكلام يبدو يبدو أنه واحد من الأسباب طبعا الإرهاب بدون أسباب مباشرة يعني الإرهاب إرهاب وحيفضل موجود لحد ما نقضي عليه تماما إن شاء الله وده عما قريب لكن يبدو أنه في أسباب كتير قدت لوقوع هذا الحادث وده طبعا بقى نوع من التحليل السياسي اللي احنا بنفكر فيه بصوت عالي مع بعض واحد وما تستبعدوش ده بجد الواقع والتأثير الرائع والهايل اللي عمله مسلسل الاختيار خدوا بالكم لما كلمتوكنا في أول رمضان عن تأثير الدراما وتأثير الفن وقلت لكم إيه ده سلاح اسمه القوة الناعمة ما كنتش بهزر وما كنتش بقول كلام كده بتاع الإعلام والصحف واسمه كلام جرائد لا ده كلام في منتهى الدقة ممكن مسؤولين كتير يطلعوا يقولوا خطب سياسية لا حصرة لها لكن مشهد واحد أو عمل فني واحد زي الاختيار أو زي فيلم الممر اللي احنا شفناه من كام شهر يعمل تأثير أكبر بكتير من كل الخطب السياسية ومن كل الشعارات ومن كل المقالات بشهد واحد عمل فني واحد رسالة واحدة زي رسالة الاختيار في ناس عايزة أقول لكم اتقلبت أفكارها واتقلبت وجهات نظرها 360 درجة بعد ما شافوا النهاردة النهاردة 7 رمضان يعني شافوا 7 حلقات بس من مسلسل الاختيار ومع ذلك قال لك احنا احنا ازاي ما كناش عارفين الناس دي بتعمل كده ازاي ما كناش حاسين بالتضحيات والبطولات والفداء الرائع اللي كل يوم أبطلنا مش بس احمد منسي لان اخدوا بالكم مسلسل مصور ما يحدث جوه الجيش جوه القوات المسلحة والحيال يومية الأبطلنا سواء لمنسي او لزملائه وقياداته والجنود اللي معاه